منذ قليل تمت متابعة استعراض عسكري لطيران تونسي وآخر من السعودية هذا فضلا عن عدد من الطائرات الأخرى أو من قطاعات التي تكون الطائرات كم أتمنى أن يأتي اليوم ونحن هنا في جربا في تونس أن تكون لنا طائرات أيضا تونسية الصنع خالصة الصنع من تونس فقط لا ينقصنا أي شيء لا تنقصنا المعرفة بل أكثر من ذلك الطائرات التي صنعت بالخارج ساهم فيها التونسيون القضية معقدة بطبيعة الحال من الناحية العسكرية ولكن حينما تكون هناك إرادة من نفس الفلاذة التي صنعت منه الطائرات والآليات العسكرية سنتجاوز كل الصعاب وسنتجاوز كل العقبات لدينا كل الإمكانيات لنكون من بين المصنعين للطائرات في العالم هناك من يسيطر على السماء ولكن نحن سنسيطر على الأرض وعلى البحر وعلى الفضاء لو توفرت الإرادة الصادقة ولو توفرت تعاون الكامل بين مختلف الدول العربية هناك طيارون التونسيون تتمنى الكثير من الجيوش في العالم أن يكونوا قادة للطائرات طيارون وطائرات تونسيون منذ قليل جئت بطائرة عسكرية تتولى قيادتها امرأة تونسية فلتفخر تونس بكفاءتها ولتكن لدينا في هذا المجال في المجال المدن ولكن في المجال العسكري سياسة واضحة ننهض بواسطتها بهذا القطاع التجارة اليوم هذا فضلا عن الطائرات العسكرية تتم لا فقط عن طريق البواخر أو عن طريق البر ولكن كثيرة هي السلع التي تنتقل في ساعات قليلة بحسب المسافة إلى أقصى أقاص العالم أنا فخور بوجود معكم اليوم وفخور خاصة بوجود التونسيين وتونسيات متأكد من أنهم سيصنعون التاريخ في الأرض وسيصنعون التاريخ في السماء وشكر موسيقى